أعلم بحضركم من جديد وفقر الترند الترند طيب فقر الترند الترند النهاردة عندنا ثلاث موضوعات أول موضوع متعلق بقرارات اتحاد الكرة واللجنة السلسية قرارات اتخذت صباح اليوم في أمور مهمة جدا سواء متعلقة بالقيد أو ببعض الأمور المتعلقة بالنشاط اليومي والدوري العام خلال الفترة القادمة طيب في حاجة متعلقة بالقيد كنا اتكلمنا عليه هنا في بنامج الترند منذ حوالي عشرة أيام أو اسبوعين وعملنا جرس انذار لأمر مهم جدا متعلق بالقيد الشتوي نطلع نشوف احنا قلنا ايه بالظبط من حوالي اسبوعين في موضوع القيد والنهاردة اللجنة السلسية اتخذت قرارات مهمة جدا في هذا الشأن هشرح لكم ولكن بعد ما انتبعوا هذا الفيديو فترة القيد الشتوي للأسف وانا بقول للأسف ما بين قصين اتحاد الكرة لما عمل منشور القيد وده كانت أزمة في القيد الأولاني والحمد لله لما اتكلمنا عن الموضوع ده اتحاد الكرة وحل الأمر لكن المرة التانية في موعد للقيد الشتوي في المنشور اللي اتبعت للأندية وده موجود على سيستمتينس 15 فبراير ل15 مارس هذا الموعد غير مناسب لأسباب كثيرة أولا لن يتزامن مع موعد القيد الافريقي اللي هتكون في الفترة من 10 يناير ل 31 يناير لن يتزامن مع موعد كأس العالم للأندية لأن الكأس العالم للأندية في موعد مبدئي لإرسال القيمة في الإسبوع الأول من شهر يناير فعشان تبعث القيمة في الأسبوع الأول من شهر يناير أنت ما عندكش القيد في يناير فهتضطر لتبعث القيمة الأولية اللي انت جاهزتها الفترة الحالية عشان تلعب بها كأس العالم الأندية شفتوا الأزمة والمشكلة فيه نتيجة أن اتحاد الكورة خد قرار وحط القيد الشتوي في فترة بعيدة عن الترانسفير وعن موعد القيد سواء للاتحاد الإفريقي أو حتى لبطولات كأس العالم الأندية الفترة الجاي أزمة كبيرة لكن نتمنى أن اتحاد الكورة قبل ما ندخل على يناير 2021 يكون خد قرار وأرسل الاتحاد الدولي وعد الموعد القيد لنتعدي الموعد القيد في فترة يناير هيسمح لك أنك تدير صفقات جديدة للقائمة الأفريقية وأيضا كمان تحضر القائمة المبدئية اللي رايحة كأس العالم في قطر 2021 وانت بصفقاتك جديدة اللي هتضمها في شهر يناير القادم أي حاجة هتحصل غير كده هتبعت القائمة اللي انت خلصتها دلوقتي مش هقول انفراد ولا نقول أي حاجة ده شغلنا الحمد لله بنبقى متابعين وشايفين الأمور المتعلقة بالكورة المصرية ولما بنتكلم آه بنتكلم لمصلحة النادي الأهل لكن في نفس الوقت برضو فيه مصلحة جمعية للكورة المصرية طيب أنا لينما تكلمت على موعد القيد قلت هنا في أزمة أولا الاتحاد الإفريقي عمل القيد الشتوي من 10 يناير ل31 يناير كاس العالم للأندية القيد القائمة المبدئية النادي الأهل لازم يرسلها للاتحاد الدولي بحد أقصى يوم 6 يناير وبالتالي كان لابد من تعديل موعد القيد لأنه كمان القائمة النهائية اللي أنت هتشيل منها اللعبة النهائية عشان القائمة نهائية 23 لعب آخر ما عاد ترسلها يوم 22 يناير وبالتالي كان لابد من تعديل موعد القيد الشتوي بأي حال من الأحوال النهاردة اللجنة السلسية بصراحة البداية مبشرة خدت قرار بتعديل موعد القيد هيبدأ من 1 يناير لغاية 31 يناير 2021 بدلا من الفترة الأولين اللي كانت محددها اللجنة الخماسية من 15 فبراير ل15 مارس خدوا كمان إجراء مهم جدا وبصراحة محترم لأن أنت لما تطلب من الأندية أن عدد اللعيبة لو أصيبوا بالكورونا 16 لعيب وبالتالي تلعب المباراة لو معاك 14 لعيب فأنت القايمة هنا 30 لأ اللجنة السلسية قدت مساحة أن القايمة بدل ما بقت 30 بقت 35 زودوا 5 كمان عشان لو لقدر الله في عدد كبير من إصابات الكورونا في صفوف الفريق تقدر يكون عندها قايمة احتياطية بعدد كبير من اللعيبة وفتحوا باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية لتفشي فيروس كورونا كمان اكتفوا في مسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولة الجمهورية هتكون المباراة عبارة عن دوري من دور واحد صرفوا كل المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم 2019-2020 وطلع قرار بإيقاف سفر جميع الفرق الرياضية للمنتخبات حتى إشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولة ودية خلال الفترة اللي جاية كمان فيه المفروض تشكيل لجهازين المنتخب مواليد 2003 أو 2006 تمت إرجاء هذا التشكيل إلى الجلسة اللي جاية بعد دراسة السير الزاتية للمرشحين وتم تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة السلسية في الاجتماع القادم وأيضا كمان نظر الاقتراب الاحتفال بماوية الاتحاد المصري خلال عام 2021 تقرر تشكيل لجان خاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بشكل يريق بعراقة وتاريخ الاتحاد المصري وأخيرا تكليف الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذ للاتحاد بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل وطبع المفروض فيه انتخابات على حسب التكليف بس ما عرفش أنا هيكلة إلا يعملها المدير التنفيذي خلال الاربعين يوم المتبقين لكن عموما بشكل عام يعني دك قرارات اللجنة السلسية واللي كان يهمنا في هذا الموضوع الأمر المتعلق بفترات القيد وللحمد الله اللي احنا كنا اتكلمنا فيه ولا يصح إلا الصحيح